ثمانمائة ألف شخص أو أكثر أودا كورونا بحياتهم من أصل ثلاثة وعشرين مليونا ثبتت إصابتهم أرقام تؤكد بوضوح ثقل الجائحة على البشرية وخطر استمرارها في حال تأخر الوصول إلى عقار ناجع آخر الأنباء جاءت من بريطانيا التي خالف كبير المسؤولين الطبيين فيها لبروفيسور كريسويت التوقعات السائدة بقرب الوصول إلى لقاح مضاد لكورونا بتأكيده أن اللقاح لن يكون متاحا قبل شتاء ألفين وواحد وعشرين وهو ما سيجعل العالم أمام مشكلات حقيقية مع الفيروس هذا الشتاء منظمة الصحة العالمية أطلقت هي الأخرى تصريحات مثبتة للأمال بقولها أنها تطمح بأن تنتهي الجائحة في لال عامين وبمدة أقل من تلك التي استغرقها القضاء على تفشي الإنفلونزا الإسبانية عام الف وتسعمائة وثمانية عشر هذه الآراء رأىها البعض تشاؤمية خاصة في ظل الأنباء التي تؤكد وصول ثمانية لقاحات حول العالم للمرحلة الثالثة من التجارب ووصول تسعة وثلاثين لقاحا بالمجمل لمراحل التجارب السريرية الجدل حول اللقاح في الولايات المتحدة اتخذ شكلا سياسيا بعد توجيه الرئيس دونالد ترامب اتهامات لأعضاء في إدارة الدواء بالعمل على إبطاء اختبارات اللقاحات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية للتأثير سلبا على فرصه فيها وهو تصريح يأتي بعد أيام من تهديد مدير مركز إدارة الدواء بيتر ماركس بالاستقالة في حال أقرت الوكالة استخدام لقاح لم تثبت فعاليته وبين متفائل بقرب الوصول للقاح وآخر متشائم من طول الطريق إليه وثالث موظف له سياسيا تبقى البشرية رهنا لما ستحمله الأيام المقبلة من أنباء خاصة المتعلقة منها باللقاحات التي أعطت نتائج إيجابية في مراحل اختباراتها الأولى اشتركوا في القناة